محرز التقس صبح بارد اليوم صحيح صحيح التقس صبح بارد شوي وتغييرات ممكن مقارنة باللي عشناه بالصح والنسبة ليميز الاربع عشرين ساعة الفارتة ممكن قبل من ندخل اكثر في تفاصيل التقس اليوم كما قلت انتي نهار الاربع ثمانية جان في تاريخ عنده دليلة كبيرة بنسبة لي كنتي ذاك عليش باش ميخاس بس مكل زوالانها في التلفزة الوطنية نقول لكل عام وانتي حي بخير ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وان شاء الله ديما نشوفوكم تقلقى ونزح عايشك محرز شكرا لك ذكرتني بعد ميلادي صباح شكرا لك يعطيك الصحة محرز نيزار تم بعدك اقولي جوائزاني في اخساع خلينا نعرفوا احوال الطقس لليوم والغدوة ماذا بنا ناخذوا فكرة باش ناس تاخو الاحتياطات اللازمة صحيح صحيح اليوم من ناج مقوله صباح الغيث النافع باعتبار انه مواشرات الغيث النافع كانت منذ الاربع عشر ساعة الفارتة والامتار بديت من نصف الثاني لليلة خصوصا في الماطقة الساحلية الشمالية كميات ثمنها احنا ديما نقوله اول الغيث قطرة والامتار كانت بكميات من مليمتر حتى لسبع مليمترات في بنزرت من مليمتر الاربع في ولاية جندوبة امتار كانت محلية في تونس الكبرى سجننا مليمتر وحيد في تونس كارتاج بالنسبة لقليبية من جيد الوطن القبلي سجننا مليمترات وخلال الساعات القادمة ما زلنا معنيين بتواصل تدافع الصحب الممترة هذاك علشان يتوقعه خلال الساعات القادمة كانوا مواشرة الامتار بشكون حذرة بقوة بدرجة اولى في ولاية الشمال بفعلي اقل ممكن في الوسط ولاية الجنوب اليوم بشتمتز فيها حالة سماء بظهور مجموعة من الصحب العابرة واللي ممكن تكون احيانا كثيفة وقد يرافق نشاط الخلايا الرعدية في ولاية الشمال التبروري فيها مكن محدودة السواعق فيها مكن محدودة واعلى كمية الامطار من المنتظر تزيلها في المناطق السحلية الشمالية هلنا نحكيه على بن زرت على نفزة من ولاية بازت برقة من ولاية جندوبة قليم تونس الكبرى كيف كيف في جيد الوطن القبلي مدام نحكيه على وصول مجموعة من الكتال الهوائية البردة طبيعي جدا بشكون من بين ميز تغييرات الوضع الجوي هو الانخفاث في درجات الحرارة اليوم نتوقع الحرارة ظهران بشتنزل إلى مستوى 13 درجة في قليم تونس الكبرى في جيد وطن القبلي في بن زرت أقل نسبيا في زغوان 12 درجة بنسبة لمناطق الشمال الغربي ممكن سجلوا ظهرا نزولها المستوى 11 درجة في سليانا في الكيف 12 درجة في باجا 14 في جندوبة في مناطق الوسط أدنى الأرقام بشتكون في القاسرين تنزل حرارة ظهرا إلى مستوى 9 درجات حرارة في مستوى 13 درجة في المونستير في سيدي بوزيت 14 في سوسة في المهدية 16 درجة في القيروين وفي مناطق الجروب تقريبا درجة حرارة تبقى في نفس المستوى اللي هو التوتاش 17 درجة اليوم قد نسجلوا التوتاش في قفصة 14 في تطوين بالنسبة لقبلي 15 درجة سوتاش في توزر في اسفاقس في قابس وأعلى الأرقام بشتكون في مدين 17 درجة بالنسبة ملاحة وسيد البحري مازال نشاط الرياح متوسط نسبيا في سوحين الشمالية وانتوصل سرعة الرياح المستوى 50 كم في الساعة لذلك علشان أكدوا وكونوا فهمة تنبيهات بالنسبة للمناطق السحلية الشمالية البحر يكون شديدة الاضطراب فعلي تريح تكون أقل نسبيا في السوحلة الشرقية وسرعات عموما متفوتش 30 وال35 كم في الساعة البحر يكون مضترب ومبدأين توقع مرور الاضطراب الجوي بش يكون مرور سريع نسبيا غدوة إن شاء الله عودة موشرة الصح والاستقرار فترات موشم سقطت خلالها مجموعة بسحب العابرة يقابلها ارتفاع تفيف في درجات الحرارة رياح هموم تكون ضعيفة إلى معتدلة وانجم نقوله تقص مستقر بكل ما تحمل الكلمة من معاني خلال يوم الغد إن شاء الله استقرار مبدئيا ما نتعقوش بش يكون متول استقرار يخفي في طياته سلسلة ثانية متى قلبية الجوية على المدى المتوسط تنتلق منها الجمعة تبقى نسبيا متواصلة إلى نهاية الأسبوع أكيد في المداخلات اللي بيستأمنها تلفزة الوطنية في منوعاتنا السباحية بيستكون عنا أكثر تفاصيل وفق تطور الوضعية الجوية خلاصة المداخلات بتاعنا نحضروا لكبابة لبرابلوية اليوم لكاسكل غدوة نستمتعوا بدفع الأزواء ونحضروا روحنا تقالبات أخرى قادمة بنسبة لنهاية الأسبوع بإذن الله شكرا محرز على الأقل معاك ناخدوا فكرة على أحوال التقس ونجم نحضروا روحنا نعرفوا روحنا غدوة مثلا ثم تقس بيرد وإلا استقرار في درجة الحرارة كما أشرت وذكرت ويظهر لي قاعدة معناتها نعرف اللي التقس بيش يعود يبرد معناتها الجمعة والسبت من المفروض بيش يعود يبرد حسب كلمك بالضبط قدام نحكيه على تقالبات جوية منتظرة من بين الخصوصية تمتاحها بشقابلة انخفاض في درجات الحرارة الجانب اللي احنا ديما ثمنه هو مواشرة الغيث النافع وممكن الجانب الإيجابي بالنسبة لتوقعات الجوية على المدى المتوسط كانوا الأمطار بيشكون تقريبا عامة في الشمال في الوسط وإيضا في الجنوب كميات نسبيا طيبة أكيد رؤية تتضح أكثر مع حدود المدة احنا ديما نأكدوا كانوا توقعات الجوية على المدى المتوسط همش الخطأ يكون فيها مرتفع نسبيا مقارنة بالتوقعات الجوية قريبة المدى في الأخير نقول ورب يرحمنا إن شاء الله غيث نفع ومتصب تنفع وكيد احنا ديما ثمنه الأمطار خصوصا وقت لتنزل في المناطق اللي فيها الفلاحة مناطق الزراعات الكبرى المناطق اللي فيها السدود ديما ثمنه هذا مينجم كان يدور الخير على تون استعرف أنه فصل الشتي من المفروض الأمطار معناتها تعطي الصابة الكبيرة حتى للعام الجاي بيش نعرفوا معناتها الفلاحة متاعنا تتميز وتزيد تكثروا العام الجي الصابة شكرا لك محرز مرة أخرى